في إحدى القرى الصغيرة كانت تعيش فتاة صغيرة تدعى شيرين منذ صغرها كانت شيرين تعشق الكاراتي وتحلم بأن تصبح بطلة مشهورة كانت تقضي ساعات طويلة تتخيل نفسها ترتدي زي الكاراتيه الأبيض وتدافع عن نفسها بثقة وشجاعة لكن كان هناك تحدي أمامها لم يكن هناك أي ناد لتعليم الكاراتيه في قريتها وكانت أسرتها تعتقد أن الكاراتيه ليست رياضة مناسبة للفتيات ومع ذلك لم تستسلم شيرين وظلت تتدرب بنفسها في ساحة منزلها تتابع الفيديوهات التعليمية عبر الإنترنت وتحاول تقليد الحركات رغم الصعوبات كانت تخرج كل صباح تتدرب وتتحمل نظرات استغراب من أهل القرية حتى أن البعض سخر منها لكنها لم تكترث لأنها كانت تعرف أن تحقيق حلمها يتطلب إصرارا بعد عدة سنوات من التدريب الشاق انتقلت شيرين للدراسة في المدينة وهناك وجدت فرصة ذهبية فقد انضمت لناد للكاراتيه وبدأت تدريبا مكثفا على يد مدربة محترفة كانت تشجعها وتؤمن بموهبتها ومع مرور الوقت بدأت شيرين تشارك في بطولات محلية وتحقق مراكز متقدمة بفضل عزيمتها وإصرارها على النجاح وفي يوم البطولة الكبرى وقفت شيرين على الحلبة بزيها الأبيض وابتسامة مليئة بالإصرار وتذكرت كل تلك الأيام التي كانت تحلم فيها بهذه اللحظة قاتلت بشجاعة وإصرار ولم تستسلم حتى آخر ثانية وعندما انتهت المباراة سمعت التصفيق الحار وعلمت أنها فازت بالبطولة عادت شيرين إلى قريتها كبطلة وحظيت باحترام الجميع وأصبحت مصدر إلهام لكل الأطفال الذين يحلمون بتحقيق أحلامهم بغض النظر عن الصعوبات